السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هقول لكم تجربتي مع منتجين من منتجات السان بلوك او السان سكرين اللي استخدمتهم وهقول لكم انهي افضل بكل امانة المنتجين الاتنين مصري مش مستوردين ولا حاجة بس هقول لكم انهي الافضل وانهي الاختيار الاحسن عشان لو هطلعين مصيف تجيبوه بصوا مبدئيا بوباي تجربته معايا سيئة جدا 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 لانه هو كأنه لم يكن يعني بحطه على بشريتي للأسف مش بستفيد منه باي حاجة وسعره تقريبا نفس سعر انفينيتي بوباي يا جماعة ده هو في منه لوشن وفي منه كريم وفي منه كمان اه جل اه انا معايا المجموعة كلها جربت المجموعة اه يعني اول حاجة اللوشن ده مبدئيا كده اه معامل الحماية بتاعه خمسة واربعين اه سيئ جدا جدا هو ده لجميع انواع البشرة يعني ينفع للبشرة العادية للبشرة الجفة للبشرة المختلطة وكمان للبشرة الدهنية يعني ده ينفع لكل افراد الاسرة ولكن اه دون جدوى يعني هتجبوه كأنكو اه ما جبتهوش للأسف يعني ولا بيحمي من الاشعة الشمس اه للأسف عمل لي نمش كتير جدا في بوشريتي اه سبب لي التهابات اه اسمرار طبعا جامد جدا فمنصحش بي يعني اللي هيستخدم اه اللي حابب بيستخدم حاجة مصري يستخدم اه انفينيتي ليه انفينيتي انفينيتي افضل بكتير ومنفرحش يا جماعة بمعامل الحماية معامل الحماية اه معامل الحماية كل ما بيزيد كل ما بيبقى الكريم او السان بلوك او السان سكرين ده دخله اه كيمويات زيادة لان معامل الحماية اه الافضل اه من ثلاثين لحد خمسين يعني من ثلاثين لخمسين اه معامل الحماية بيبقى ممتاز لانه هو بيبقى خالي من اه الكيمويات اللي ممكن تقص بالنسبة لبوباي كنت باستخدمه كل ساعتين اه يعني بجدده كل ساعتين بالزبط عشان اه يعني يعمل نتيجة معايا وللأسف برضو ما كانش بيجيب نتيجة نهائي اه يعني وانا كنت باستخدمه انا بشريتي مختلطة فكنت باستخدم اللوشن لجميع انواع البشرة اه اما انفينيتي انفينيتي انا جربته يا جماعة ممتاز جدا 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 اه بيحمي من الاسمرار بيحمي كمان من النمش اه يعني اه ممتاز جدا جدا عن بوباي اه سعره تقريبا الاتنين سعرهم واحد اه مية جنيه اه اه ده طبعا انفينيتي بمعامل حماية اه تلاتين اه كمان ينفع للبشرة الجفة زي ما انتو شايفين مكتوبه اه 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 دراي اند نورمال اند كومباين اسكين اسكين تمام يعني اه ينفع للبشرة النورمال العادية وكمان الجفة وكمان المختلطة اه يعني حلو جدا جدا اه بجدده كل تلات ساعات كل تلات ساعات بجدد انفينيتي يعني كمان مش كل ساعتين لا كل تلات ساعات لو حابين تجدده كل ساعتين مفيش مشكلة تماما يعني عادي جدا اه انفينيتي كانت تجربتي معاه افضل بكتير من اه بوباي اه العبوة اه بالنسبة للعبوة طبعا هي دي مية وعشرين ميلي ودي كمان مية وعشرين اه ميلي يعني نفس الكمية تقريبا تمام اه انفينيتي اه ممتازة هو تقريبا عبوته دي اصغر انفينيتي اصغر بس اه الكمية واحدة يعني مية وعشرين ومية وعشرين اه انفينيتي في منه طبعا اه اللوشن وفي منه الكريم الكريم بيستخدم للبشرة اللي هي الجفة يعني زي بشرة الاطفال بشرة الاطفال بتبقى جفة فبنستخدم لها لازم كريم لان اللوشن بيبقى اكتر للبشرة يعني المختلطة او الدهنية اه طبعا الجيل كمان للبشرة الجفة لانه هو مش بيعمل اه زيت او مش بيزايت البشرة او مش بيخليها تلمع اه نسبة امتصاصه الى حد ما كويسة نسبة امتصاصه يعني مش اه مش وحشة اه يعني احسن المنتجات المصرية هو انفينيتي انفينيتي احلى المنتجات المصرية وكمان هقول لكم مفاجأة الفترة الجاية دي اه عن ساند بلوك رخيص جدا 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 من افضل المنتجات والدكاترة كمان بينصحوا بيها جدا جدا اه يا رب تكونوا قدرتوا تستفيدوا من التجربة بتاعتي اه ويعني لو حد عنده سؤال او اي اه معلومة جديدة انا ما قدرتش اقولها ممكن تكتبوها لي في التعليقات برضو كلنا بنستفيد من بعض انا حكيت لكم تجربتي مع المنتجين وقلت لكم ان الافضل هو انفينيتي اه اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وتجربة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة